احتفلت ألمانيا بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين الذي فصل بين غرب البلاد وشرقها ووجه الرئيس فرانك فالتر اشتاين ماير الشكر إلى دول أوروبا الشرقية المجاورة التي ساعدت في تحقيق الوحدة الألمانية وقال اشتاين ماير في احتفال عند النصب التذكاري لجدار برلين في حضور المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ورؤساء بولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية تشيك إنه لولا الشجاعة وإرادة الحرية عند البولنديين والمجريين وسلوفاك والتشيك لما كانت الثورات في أوروبا الشرقية وتوحد ألمانيا أمورا ممكنة فيما وجهت ميركل كلماتها لتكريم أولئك الذين قتلوا أو عانوا من القمع لأنهم كانوا ينشدون الحرية وقالت المستشارة الألمانية التي نشأت في ألمانيا الشرقية الشيوعية إن 75 ألف شخص سجنوا لأنهم حاولوا الفرار من بلادهم وظل الجدار الذي سقط في عام 1989 يفصل بين ألمانيا الشرقية التي كان يحكمها حزب شيوعي وألمانيا الغربية الرأسمالية لنحو ثلاثة عقود وكان رمزا للحرب الباردة وفي العام التالي في 1990 أعيد توحيد ألمانيا اشتركوا في القناة